امبارح بجد أو بطلب من كل الناس الناس الكبيرة والناس الجميلة الستات اللي ما بتفرجوا عادينا الناس الطيبة اللي هم يدعوا فعلا لأهل لبنان إن شاء الله ربنا يعدي الأزمة دي على خير وإحنا كلنا بنوسيهم كلنا بنعزيهم في الحادث الأليم اللي حصل للإمبارح وخصوصا اللي العالم كله اهتزلوهم بارح يعني هم مش هم اللي بس يعني تواجعوا لأ بجد إحنا كشعوب عربية يعني أعتقد الشعوب العالم كله وتهزت من موضوع إمبارح لأن الانفجار ما كانش طبيعي شكله كان مرعب جدا شكله كان يخض آآ لبنان تستحق أحسن من كده بكتير لبنان عافية بلد حضارة بلد جميلة جدا آآ كلنا بنحبها بلد سياحية من الدرجة الأولى بلد طول عمرها في الأدب والثقافة والفن آآ بتتصدر المشهد العربي فبجد لبنان من البلاد الجميلة اللي احنا كلنا آآ تربينا على حسها والمشاعر والسياحة أصلا بلد هي بلد سياحية في الأول وفي الآخر آآ فكلنا متربين على هذه القص طبعا آآ إن شاء الله ربنا يعدي أزمتكم على خير وكلنا بندعي لكم كلنا وقفين جنب إلى جنب بإذن الله آآ سواء آآ قادة ساسين أو شعب آآ كلنا معاكم وبندعي لكم والله من قلبنا اللي ربنا يعدي الأزمة دي على خير لأنه تستحقوا الأفضل من كده بكتير اشتركوا في القناة